أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس الزميلات والزملاء المحترمين أؤيد كل ما جاء في بيان كتلة البرنامج النيابية وأؤيد وأثني على مطالب زملائي نواب محافظة البلقاء الأبية إن مشروع قانون الموازنة 2022 يتضمن الكثير من المؤشرات المالية والاقتصادية السلبية والتي تذر بأن التحدي الاقتصادي قد أصبح واقعاً تتعامل معه الحكومات المتعاقبة بنفس الآلية وذات التجاهل فنجد تقدير الإيرادات العامة بحاولة 8 مليارات والتي تشكل الإيرادات الضريبية 68% منها حيث تظهر الأرقام في الموازنة زيادة مقدارها 10.5% عن موازنة العام 2021 مع توقع بثبات قيمة المنح الخارجية لكن الجدير بالذكر هنا أن هذه الزيادة والتحسن هي مؤشرات مضللة وليست إيجابية أو تحسن في الناتج المحلي وإنما نتيجة الجهود المبذولة بالتحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي خلال آخر عامين والتي ستختفي بمجرد استقرار نظام التحصيل الضريبي إضافة أن العجز المالي قدر بحوالي 1.8 مليار دينار أي ما نسبته 5.2 من الناتج المحلي الإجمالي بعد المنح وهو رقم لا يستهان به مقارنة عما كان عليه العجز قبل جائحة كورونا والتي لم تعد خطراً رئيسياً يواجه الدولة وبالتالي استمرار زيادة النفقات على الإيرادات وعدم انخفاض رصيد الدين العام سأدي إلى ارتفاع المديونية التي تقدر قيمتها بحوالي 38.9 مليار أي 113% من الناتج المحلي الإجمالي بما فيها المقترضة من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وللأسف ما زالت إدارة الدين العام في تمويل العجز مقلقة وأرقامها تتصاعد وفي ذات الوقت وبالرغم من أن معدلات التضخم المقدرة في الموازنة والبالغة نسبتها 2.5% نجد بأنه لا يوجد أي زيادة في الرواتب خارج إطار الزيادة السنوية منما سيؤدي إلى عدم قدرة المواطن على تحمل التضخم وأعباء الزيادات العشوائية غير المنطقية وكذلك انكماش اقتصادي كبير كما أن ارتفاع معدلات التضخم سيصاحبها قطعا تراجع في معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع مستوى البطالة والتي وصلت مستوياتها بشكل غير مسبوق بنسبة 50% بين الشباب بينما يبلغ المعدل العالمي للبطالة بين الشباب 15% وارتفاعها ينذر بمخاطر اجتماعية واقتصادية حقيقية ما زال نهج إقرار الموازنة العامة مسكون بتسليف حسن النواية لا أكثر في الوقت الذي يغيب عن خطط الحكومة الاقتصادية والاجتماعية أي ابتكار في وقت نحن فيه بأمس الحاجة للإبداع وتنفيذ أفكار غير تقليدية تخرج الأردن من هذا النفق المذلم الذي نحن فيه حيث لا يجد مبررات لإقرار قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية أو أي سبب وجيه لإقرارها مع إهمال القاعدة المادية لإنتاج الصناعي والزراعي معالي الرئيس الزميلات والزملاء الأكارم على الرغم من تحرير أسعار المحروقات وتحميل المواطن ضريبة حكومية مرتفعة وفرض رسوم على الاتصالات والتي تعتبر الأعلى بالاقتصاديات الإقليمية والعالمية وكل هذا لم ينعكس على العجز في الموازنة فهي على حالها بل تفاقمة وعنوان أزمة المركبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا صنعته الحكومات المتعاقبة ودفع وما زال يدفع ثمنها الشعب والوطن وهذا الشعب لم يكن له دور في خلق هذه الأزمة ولا في السياسات المستخدمة في حلها والثابت الوحيد بين هذه الحكومة وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية أنها معتمدة على نمط اقتصادي مستكين من مساعدات ومنح وقروض وهبات ولم ينجح اقتصادنا بتحقيق انتاجية أو التمكين أو دعم القطاعات المختلفة والاعتماد عذات إن كبح الانكماش الاقتصادي وحفظ النمو ورفعه لمعدلات مقبولة يتطلب إعادة النظر في الرؤى والخطط والأرقام لتتناسب مع حجم ونوع التحديات التي تشهدها البلاد أما ملاحظاتي على مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية فإجلزه في ثلاث محاور أولاً في المجال الاقتصادي إن الإصلاح السياسي مرتبط بالإصلاح الاقتصادي ويرب أن يسيرا بخط متوازن وأن يرافق الإصلاح السياسي التشريعي بناء ثقافي ومشاركة واسعة في العملية الديمقراطية لتصبح الأحزاب السياسية في مقدمة الجهود الهادفة للانتقال بالحياة السياسية إلى الذروة ثانياً في المجال الاقتصادي التوقف عن الاقتراض بهذف سداد الديون وتفاكم الدين بل توجيه القروض طويلة الأجل لمشاريع الاستثمارية والاستراتيجيات ذات القيمة المضافة الجالبة للإرادات والخالقة لفرص العمل جذب المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة والمياه والنخل والتنمية المسدامة كحاجة وطنية ثلاثة تجويد التشريعات النظمة للاستثمار فلا يعقل وجود 44 قانون ينظم الاستثمارات في المملكة فتشوه التشريعات وتعدد المرجعيات يقودان البيئة الاستثمارية للتراجع استثمار غياب خطة اقتصادية حكومية عشرية بالرغم من التوجيهات الملكية يعني أن ما زلنا نسير نحو المزيد من التأزيم الاقتصادي والاجتماعي تقديم الحوافز وفرض الضرائب والرسوم الجمركية وكلف الطاقة وكلف التمويل أصبح مطلباً إساسياً لزيادة الناتج المحلي والمساهمة في انخفاض نسبة الدين العام أما في المجال الاجتماعي إن رأس المال البشري أهم مقومات الدولة ولا بد أن تعكس موازنة هذه الحقيقة بالتمكين والتدريب ورصة وتوظيف الأموال اللازمة لإعداد كفاءات بشرية تلبي طموحاتنا الوطنية واحتياجات سوق العمل ولا بد أن ينعكس ذلك على التعليم العام وعلى مخرجاته الذي يتطلب تطوير للسياسات والتركيز على المناهج وعمل مراجعة جدرية لها وتوظيف تكنولوجيا المعلومات ومراعة مواكبة التطوير السريع للمعرفة مع أهمية التزام الدولة بدورها الاجتماعي وتعزيز مضلة الأمان الاجتماعي ليس للمتعطلين فقط بل أيضا من خلال الدخل التكملي الذين تآكلت رواتبهم نتيجة تضخم وتراجع القيمة الشرائية للدينار معالي الرئيس الزميلات والزملاء المحترمون بالرغم من أن المرأة الأردنية قد حصلت على العديد من الحقوق لأن نفاية النساء لا تزال تعاني من البطالة بنسبة أكبر من الذكور وبنسبة 30.8% للإناث وللرجال 21.2% من ما يؤدي إلى تفاوت في أجور الضمان الاجتماعي ويؤثر على حماية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتحسين نوعية الأمان الاجتماعي المقدم للمرأة العاملة ومن جملة التعديلات في قانون الضمان هي تلك المتعلقة بالتقاعد المبكر والمفترض أن يترك قرار للمؤمن عليه وليس للمؤسسة إضافة لنسبة الإعالة والاعتراف بالنساء كمعيلات لأسرهن وسن الشيخوخة ونسب تخفيض رواتب التقاعد المبكر وشروط توريث الراتب وعلى الحكومة تحفيز القطاع العام على إنشاء الحضانات وتوفير البيئة الآمنة والصديقة للمرأة أسوى بالقطاع الخاص من خلال آلية تشريعية أو مضلة قانونية تلزم المؤسسات الحكومية بإنشاء حضانات وليس بموجب قرار من رئاسة الوزراء مع ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بإقامة أبناء الأردنيات بحيث يصبح تجديد الإقامة متطلب كل خمس سنوات بدل سنة لبعض الجنسيات وبهذا الصدد أؤكد أن حقوق ومطالب محافظة البلقاء جزء من مطالب باقي محافظات الوطن وعليه أدعو دولة رئيس الوزراء لزيارة المحافظة لعلى وعسى قام بالإعاز باستكمال مشاريعها المحفزة للاقتصاد وشغل إياد العاملة الثقافية والزراعية ولسيما مشروع وسط المدينة وطريق سويلح الصلط ودعم مستشفى الصلط فزيارة دولته تكفي لاختصار حديث طويل كما أن أبناء منطقة الأغوار والتي هي جزء من دائرة انتخابية يعانين الأمرين في فصل الصيف فالتعرف الكهربائية الجديدة تزديد من أعبائهم المالية آملة أن تخصص حوافز لأهلي في الأغوار الصامدين تحت وطأة الشمس والفقر وفي الختام أعلق موقفي من الموازنة بناء على رد الحكومة على مجموعة من النقاط وهي أولا توسيع دائرة المستفيدين من الرديات الضريبية لتشمل الأسر التي دخلها أقل من 500 دينار وبشرائح تنازلية حتى دخل ألف دينار شهري ومما يؤسس لمنظومة أمان اجتماعي ثانيا رفع المخصصات المالية للبحث عن مصادر مياه والاستثمار الرأسمالي في مشاريع لهذا الموضوع المصيري الذي يهدد الأمن المائي الوطني ثالثا رفع المخصصات المالية لدراسات المتعلقة بإصلاح قطاع النقل العام وتفعيل العمل بصندوق دعم الركاب المقر في عام 2018 والمجمد العمل به الذي تعتبر سابقة تمثل التفافا على الدستور بعدم تفعيل بنود من قانون مقر من مجلس النواب ومصادق عليه بالإرادة الملكية السامية ختاما وأقف وقوفا تاما وراء كل من ما جأنه دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى جاولني بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يجب إعادة هيكل ترواتبهم دام الأردن وطنا عزيزا بشعبه وقيادته الهاشمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته